موسيقى دي اناي مساء الخير الشعر من اهم الاشياء اللي بتنتجه الشعوب شعر زاكرة وانتاج قيام شغلة كتير كبيرة بس مرات الشعوب بتبالغ بمسألة الشعر صراحة يمر الوطن بمرحلة دقيقة تتجاذبه الاعصير تتقاذفه امواج عاتية يصارع البلد كي لا يبتلعه الدوار وطن النجومي انا هنا حدق اتذكر من انا من؟ من شو امواج واعصير ودوار وصحبوا التيار حسيت حالي عم بحضر بريفيوز لموسم باي ووتش الجديد بالنسخة اللبنانية ابو الصوص يمكن كرمال هي كان في تركيز على دور المرأة الحكومة الحالية لان ما في باي ووتش بلا صبايا باي ووتش صبايا صبايا باي ووتش هاي اللعبة بس ليك للأمانة الرئيس دياب حدد السبب الاول للأزمة اللبنانية لماذا وصلنا الى هذه الحالة؟ السبب الاول ان النموذج الاقتصادي الذي ارسته السياسات السابقة اثبت عجزا انتبهوا للتعبير مش انه سياسة اقتصادية محددة هي المسؤولة اجراء اقتصادي ما مشروع ما ابدا السبب الاول هو النموذج الاقتصادي economic model وبعد ما اعترض على النموذج الاقتصادي والمصارف قال التالي نمو اقتصادنا وريادة العمال لا يمكن ان يتحقق من دون دعم المصارف خيحترنا معك المصارف هي المشكلة او هي جزء من الحل ما اوضح شغلة بالنموذج الاقتصادي هي المصارف هلأ حصل تشوه بدورة اصيبت بامراض الجشع خربت حالة وخربت بيوت اللبنانيين هيدا كله صحيح بس هي المصارف ابرز شي بالنموذج الاقتصادي اللبناني الحر يعني كيف هي المشكلة وهي الحل ما فيمت لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق باربعة اضعاف حجم اقتصادنا ها معلوم ابو الصوص مشكلة البلد المصارف البلد ما بيحمل مصارف حجمه اربع مرات الناتج المحلي كل شي لازم يكون عقياس البلد خياطة ولا اكبر ولا اصغر ما عليش انك مش حكين عن العراق سابقا ولا وهلا يعني لدينا حضور متواضع في المرحلة الاولى والمرحلة الحساسة في العراق من يريد ان ينصر سوريا اللي بده ينصر المعارضة يروح يقاتل بسوريا واللي بده ينصر النظام يروح يقاتل بسوريا اقول ايضا تعالوا لنذهب الى العراق اذا هلأ بتقلي اشعر شي عملتو بحياتك افضل شي عملتو بحياتك اعظم شي عملتو بحياتك بقلك هو الخطاب اللي القيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله هلأ وبشعر انه هيدا هو الجهاب الحقيقي هيدا اعظم من حرب تموز انا احساسي هيك طلع البلد ما بيحمل مصارف اكبر اربع مرات من الناتج المحلي بس بيحمل ميليشيا اكبر من البلد باربعمائة مرة عادة بينبلع ولا سهل على الهضم طبيعي ولا حرف بخطاب الرئيس حسان دياب عن حزب الله وسلاح حزب الله ودور حزب الله بازمات لبنان مفي مش موجود بعالم حسان دياب مفيش اسمه حزب الله المشكلة مش كيف السلاح وصل لتشوهات بالنموذج الاقتصادي المشكلة بالنموذج نفسه مش كيف السلاح عطى الاسواق عطى الجيباية فاقم التهريب فوت لبنان ويالارهاب ابدا كله هيدا مش مشكلة المشكلة هي النموذج الاقتصادي ما بذكرك بحدة ابو الصوص الان الوجه الطبيعي للبنان هو الوجه المقاوم كان محل عاخد سفقات كان ساحة للملاهي الليلية والسنسرات لكن هلأ بدنا نعمل لبنان الجديد الذي ينسجل مع وجود نقاومي بلبنان معلوم معلوم مين بيحكي بمصارف وكازينو وصفقات وسمسرات زينة الحياة الدنيا السلاح والكورونا السلاح والعلاقات استراتيجية مع ايران هيدا هيدا الهون الاخوض على نتيجة من بعدها يعني بس معقول هلأدل الامور مسكرة لا مش ممكن ستسعد دولة اللبنانية سينجح لبنان ستحقق خطة التغويز للبرنامج الاصلاحي سيؤمن موارد اضافية سنطلق شبكة امان اجتماعي ستبصر اللجنة المختصة النور ستساعدنا هذه الاجراءات سنعمل على حماية الوداء في القطاع المصرفي سنعمل كذلك خطة العمل ستغير شكل مستقبلنا الاقتصادي ستطبق سوف نقدم وسنطلق كبسولة لفحص التربة في المريخ وسنعمل على رفع مستوى الاعمار الى 140 سنة وسنجد لقاحا للكورونا وهيك هك عم تقول شو ما بتدعقوش بدون ما تقول شو هي الخطة وبأي امكانات وبأي مقدرات كبر احلامك ما تحلم عن الدي سا 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 خيكيف شو الطريقة هذه الاصلاحات هي ايضا مهمة لاعادة الثقة والدعم من اشقائنا العرب اكيد هذه امور واحد ما بنتبه لابو الصوص المواقف العربي من لبنان سببه الخلل بميزان المدفوعات مشكلة الكهرباء عندهم شوية ملاحظات جدية على البني التحتي بلبنان على دعم القطاع الزراعي وإلا ما في ولا سبب تاني للموقف العربي السلبي من لبنان نهيئيا عندي عملية خاصة بقلب الرياض ما عملية انت حالية ممكن عملية استشهادية نحن عملية استشهادية مثل ما عم بقلك حللوا مشكلة الكهرباء بتنحل اصلاحات بس خي ما بيحبوا يسمعوا الشتائم على العتمة ما بيحبوا ولا بيحبوا يسمعوا التهديدات الأمنية ويكونوا عم بفكروا بميزان المدفوعات بلبنان أبدا ولا بريدوا لبنان نفسه يتآمر عليهم وما يكون مركز مية بالمية على التآمر وكل شوية نشغل بمشكلة ساعة نفيات ساعة تلوص مايسة ساعة رواتب لا أبدا العرب ما عندن ولا مشكلة إلا الإصلاحات زبط الإصلاحات وخوض عساء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة